موسيقى والفتيات الجميع هنا متأثر بذلك ولا أحد يتحدث عن ذلك في صعيد مصر المحافظ بنوصل أن الناس تفكر بطريقة مختلفة فبنبعد شوية عن فكرة أنه يبقى دائما في الناس بتتكلم في إطار ديني أو إطار صحي بيخطبوا الناس بالمصرح شوية بنفتح مساحة للناس في خطب بعضها ويبقى أكتر حوار شبه حوارات كل يوم عن ما يبقى موجه ويثير كل مقطع من المسرحية النقاشة والتساؤلات فما الذي تعلمتموه من هذه القطع المسرحية؟ سؤال وجهته ندى ثابت للحضور وتابعت ما موقف النساء من مسألة الختان وما الذي يطمحنا إلى تغييره وبهذا أثارت المخرجة الشابة نقاشا حادا واصطدمت بمقاومة البعض لازم الختان لازم لازم عشان احنا أرياب ببارتك وبنروح مثلا البنت بتروح الغطان مش كل بنتي مثلا أنا مثلا أحفظ عليها فيه بيوت هنا يعيني البنات دي عايشة من تحت سرحتها مثلا وتروح هنا وتروح هنا وتروح هنا الكثيرون يفكرون بهذه الطريقة لذا 90% من النساء تعرضن للختان وبالتالي لتشويه أعضائهن التناسلية وبشكل خاص في المناطق الريفية حيث تسود عادات وتقاليد سارمة وتأخذ المجموعة قسطا من الراحة قبل أن تواصل عروضها حيث عليها اليوم تقديم عرض في قريتين وترعى الأمم المتحدة هذه الحملة وتمولها وتقوم المجموعة بتقديم 160 عرضا حتى نهاية العام طول ما إحنا مش بنحاول نقنع أو مش بداخلين بهدف أنه إحنا عندنا الحل وإحنا هنقوله لكم الناس بتبقى حاسة نهاية على رحيتها أكتر وترى تكلم في الموضوع في عروض بيبقى فيه ناس بتقول لا إحنا مع الختان وبيبقى دائما أنه طيب بوكي أنتوا مع الختان هنسمع كل الأراء وفي الآخر أنتوا اللي لازم تفكروا لأنه إحنا ماشيين وقد تكللت هذه الاستراتيجية بالنجاح على الأقل لدى البعض خاصة لدى المشاهدات الشابات إحنا طبعا كلنا تختنا وفيش حد ما تختنش بس لما عرفنا أن الختان بيعمل مشاكل البنات طبعا إحنا مش هنعملها علشان عيالنا ما يتضرر زي ما إحنا هنتضرر وتقرر النساء وحدهن في مصر مصير بناتهن فيما يتعلق بالختان لذا ما تقوم به ندى مع فرقتها الفنية يحظى بأهمية بالغة في منع الختان وتجنيب البنات معاناة مريرة